نقادة اسم محفور في ذكرة الإنسانية وتاريخ الحضارة المصرية كمركز من أهم وأقدم مركز صناعة النسيق اليدوي بالعالم فمنذ أن استخدم أجدادنا القدماء نول الفركة وهو حتى الآن مازال نول موجودا ببيوت القرية الغافية على نهر ينين بمحافظة قنة حرير وقطن هي المواد التي استخدمها أجدادنا ما زال النقاديون يستخدمونها في صناعتهم ما زال المصري في مدينة نقادة يصدر الجمال لجميع دول العالم ينتظر إلقاء للضوء مزيدا من الاهتمام بمهنته ومهنة الأجداد رغم مرور ألاف السنين على صناعة النول الفرعوني إلا أن أبناء مركز نقادة جنوب محافظة قنة ما زالوا يحافظون على وجوده ويستعملونه في صناعة ورثوها عن أجدادهم للحفاظ على حرفة الفركة من الاندثار فمنذ أكثر من أربعين عاما بدأ عم أحمد سليمان من أقدم حرفي صناعة الفركة خطواته الأولى نحو الخوض في غمارها رغم صعوبة ما يقوم به من أعمال داخل حفرة بعمق المتر بالأرض وتعتمد الصناعة في مادتها الخام على خيوط من الحرير أو القطن لتنتج منها أشكال مختلفة من الأقمشة أشهرها الطرحة والملاية وترتديها معظم النساء في صعيد مصر والسودان دي صانعي نتورسوها من الأجداد يعني من أيام الفراعني ونحن نسمع أنه النول دي يعني هو اسمه النول الفراعون ومن أيام الفراعني فكنا نشتغل حرير الضرماني وكان نتصدر لدولة الشقيقة اللي هي السودان بعد كده الشغل بيجي فبران صوف كتان وطلع منه أشكال كثيرة من الشغل عم أحمد عمل على تدريب عدد من أبناء قريته على الحرفة ما يوفر لهم فرص عمل في صناعة الفركي خاصة وأنه في الخمسينيات من القرن الماضي كان يعمل بهذه الحرفة 90% من سكان مدينة نقادة وبها ما يقرب من 3000 نول أنا شغل من 62 يعني برضو الواحد يسفر له سفرية 3-4 ويرجع على مكانه أنا ما فيش غيرها هي مهنتني ونأكل منها إيشا لأكلنا لما أنا أرض ولا طين اللي هي وربنا سبحان الله تعالى ستره والحمد لله تلك المهنة التراثية التي وثقت بمتحف اللوفر ما زالت المنازل تضم أنوالا لها وصنعت منذ أكثر من مئة عام وهو النول الذي يتم استخدامه في إنتاج الفركي من شيلان وملابس باستخدام النول الخشابي الحديث بديلا للحفرة القديم تاريخ هذه المهنة دفع وزارة الثقافة لتسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي المصري كإسهام حضاري وتاريخ ممتد شكلت شخصية مصر التراثية التي نبعت من صعيد مصر وأفرزت تفردها وعبقريتها التي ظهرت من خلال كافة أشكال الفنون التراثية التي يسخر بها الصعيد